لأن المشكلة راه دام ثلاث أيام وهذا كان نراجع لواحد البنك الجديد ديال الأسئلة ومنذرنا التحليل وحيينا البنك الجديد المشكلة لم ينقاش ولكن هذه مناسبة باش نذكر بأنه المشكلة ديال السلامة الطرقية في بلدنا جديد مهم وبأنه باقي ما وصلناش للحل واليوم احنا يعنينا استقرار في عدد المهتع للطرقات وهذا خطير جدا بحيث أنه استراتيجية الوطنية كان الهدف دياله والتقليص بخمسين في المياه في قضون الفين ستو عشرين ونكون وصلين للنص اليوم وما زال ما وصلناش ما زالين حناية في نفس المستوى ونبغي نذكر بأنه كان محاول استراتيجية ومحور جدا مهم هو رفع من جودة هو العاميل البشري والعاميل البشري تمكننا ندخل لهم ثلاثة ديال الأبواب الباب الأول هو جودة التكوين وهذا فش تغاخل هالشي ديال التكوين النظاري وتجديد ديال الأسئلة إلى أخيره وأيضا ما نقولوش بأنه غير جدنا الأسئلة عملنا منصة التكوين والناس اللي تبغيوا دوزوا البرمي اللي تدوزوا عشرين ساعة في المنصة ديال التكوين يمكن ما كانش واحد فيهم اللي ما ننجحش في المتحان الجديد فهذا تدقى قضية التكوين بالطبع على وقتنا على التكوين خاص العملية ديالتوية والتحسيس وهذا ما تقوم به لنارسا وخاص أيضا تعزيز ديال المراقبات طرقية هذي يعني مناسبة أعطاها لسيد المستشار باش نتكلم على إشكالية السلامة الطرقية في بلدنا لتتحملنا جميع وليخصنا يعني نعملوا اليد في اليد باش نوصلوا للنتجة اللي بغيناها لبلدنا شكرا أود وأنا أتوجه بالشكر جزيل لسيد الوزير محترم على الأجوبة التي تفضل بها وإدلاء بها بهذا الخصوص هو هذه التغييرات التي طالت امتحانات الحصول على رخصة السياقة تضمنت أسئلة مفاجئة لم يسبق للمترشحين ولا أرباب مدارس سيارة التعليم إن كانوا على علم بها ولا الإطلاع عليها الأمر الذي كانت له نتائج عكسية تجلت في رصوب عدد كبير من المترشحين مما أطار موجة غضب شديدة وسطهم عن نفس شيء عبر عنه أرباب مدارس سيارة التعليم الذين تفاجأوهم بدورهم بهذا الكم الهائن من الأسئلة التي كان من المفروض أن يكونوا على علم بها حتى يتسنى لهم القيام بتلقينها لأسئلة المترشحين والتي انتقل عددها من ستمائة سؤال إلى ألف سؤال سيد رئيس محترم إننا نعي جيدا في الفريق لاستقلال المجلس المستشاري الهدف الذي ترمي إليه الوزارة ومن خلالها الوكالة الوطنية للسلامة الترقي من خلال إضافة هذا العدد من الأسئلة وإدخال بعض العناصر جديدة كعملية تنقيط من أجل حصول على رخصة سياقا المتجلة بالأساس في اكتساب مرشحين للمعرفة والمهارات وكذل حد من نزيف حوادث سير وجعل رخصة سياقا المغربية الضاهر نديرتها الأجنبية التي تضمنتها الشروط الجديدة التي طرعت على الحصول على رخصة سياقا المنصة الإكترونية بحيث أن تغطية شبكة الأنتيرنت في مغرب تبقى غير متوفرة في بعض المناطق إننا نؤكد لكم في الأخير سيد وزير محترم أن الفريق لاستقلال المجلس المستشاري ليس ضد الإصلاح ولكن مع التعديلات التي ستجود امتحانات البيرمي مما سيكون المترشحين من معرفة مسبقة بمضامي الامتحان وكذا تمكينهم من التدريس والتكوين اللازمين لذلك مع إخضاع مراكز التدريب للتكوين المستمر لمواكبة هذه التغييرات كلما اقتدى الأمر ذلك إنه على المستوى اللوجيسيكي أو الأنصر المشاري فزيلاً أنا تنقول بأنه إحنا عملنا المنصة لتكوين ولكن ما تنعرش بأنه أخش نعطي الأسئلة باش نشوف قبل باش شيد يعرف السؤال قبل ما يدووز المتحان أنا أخش نعطيه تكوين يمشي تكون ونبعد السؤال تم قنحور نحط عليه المهم إذا كان فاهم سلامة الطرقية لغا يجاب طريقة إيجابية ما كان شي فاهم رغم أغشي قدي يجاب وباش مما كان الحال احنا تنواكبوا المؤسسة ديال التعليم والهدف ديالنا ما شي هو نسقطوا الناس باش ما يأخذوش البرمية ديالهم الهدف ديالنا هو التحسين من تكوين يفهموا شنا هي الخطورة ديال الطريق شنا هو التصرف السليم باش يحفظوا حياتهم ويحفظوا حيات المواطنين الآخرين لمستعمل طرق لا كانوا علاج لهم ولا في درجة النارية إلى آخره واشكراً